التوانسة غير يا جماعة الثنائي التونسي في صفوف المصري البورسعيدي معتز الزادام وفخر الدين بن يوسف بيقوده المصري البورسعيدي لفوز هام جدا على اسموحة بثنائية بترفع رصيد المصري للنقطة رقم 26 في صدارة الدوري المصري ولو مؤقتا مع مباريات أقل كمان من نادي أمبي اللي بيتصدر حتى هذه اللحظة بطورة الدوري المصري بفرق الأهداف اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو أخيرا بدأت أحس إن كابتن علي ماهر فرض أسلوبه تماما على لعيبة المصري البورسعيدي بقى بيعرف بالزبط هو عايز إيه من المباراة وبيعرف يطلع في النهاية باللي هو عايزه النهاردة سجل هدف في البداية واستطاع إنه هو يحتفظ بالهدف في الشوت التاني رغم إنه كان فيه شبه سيطرة لفرقة سموحة على الكرة في الشوت التاني بس ما شفناش أي خطورة على مرمى المصري البورسعيدي من لعيبة سموحة بس سنة يمكن الهدف الملغي بداعي التسلل واستطاع المصري كمان في النهاية إنه هو يسجل الهدف التاني ويضمن الثلاث نقاط للمباراة عايز أشيد النهاردة جدا بمحمود حمادة لعب الفريق اللي صنع الهدف التاني لمعتز زدام اللعب التونسي المميز بمهارة فائقة محمود حمادة بدأ شوية بشوية يستعيد مستوى المميز اللي كان عليه فيه صفوف فاركو اللي قتاح ليه الانضمام لصفوف منتخبنا الوطني كان لفترة طويلة جدا أساسي فيه تشكيلة روي فيتوريا المدير الفاني البرتغالي الأسبق لمنتخب مصر حسين السايد النهاردة برضو عمل مباراة كبيرة جدا واستطاع إنه هو ياخد لقب أفضل لعب في المباراة ميدو جابر يعني أعتقد إنه مستوى عاد يعني عشر سنين لورا مع المصري البرسعيدي وبالتأكيد الفضل في ده ما نقدرش ننكر إنه هو للمدير الفاني الكبير كابتن علي مهر اللي أنا كنت متأكد إنه هيقدر في فترة من الفترات إنه هو يسيطر على الأمور داخل أرض الملعب التحية طبعا لمجلس إدارة المصري البرسعيدي إنهما صبروا على الكابتن علي مهر لغاية ما النتائج وصلت للمستوى المميز اللي إحنا شايفينه حاليا والمصري فيه طريقه بإذن الله للمربع الزهبي هذا الموسم في الدور المصري بشرط الاستمرار في الأداء الجدي من اللاعبين ما نستريحش بعد ما حققنا انتصار ولا اتنين ولا تلاتة واربعة لازم الانتصارات تبقى بشكل متتالي علشان المصري البرسعيدي في الآخر يوصل للمكانة اللي يستحقها جماهير الفريق الكبير طبعا الهزيمة دي وقفت رصيد سموحة عند النقطة رقم تسعتاشر في المركز التامن النهاردة كان عندنا مباراة مثيرة جدا برضو جامعة ما بين طلاقع الجيش والدخلية المباراة انتهت بالتعادل السلب صفر صفر لكن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت أحداث مثيرة جدا وتقلق من حريسية المرمى محمد شعبان حارس طلاع الجيش ومحمد مجدي حارس الدخلية حارس الإسماعيل الأسبق اللي بيقدي أداء رائع مع الدخلية وأخذ النهاردة المباراة التانية على التوالي لقب أفضل لعب في المباراة بعد المباراة الماضية اللي كانت أمام نادي الزمالك أعتقد أن محمد مجدي النهاردة عمل إنقاذ تاريخي عالمي في الثواني الأخيرة من المباراة يمكن تصدر موسم الكرة كانت داخل منطقة الجزاء بالعرض ما فيش أي صعوبة لعب طلاع الجيش أنه يسكنها المرمى لكن محمد مجدي عمل إنقاذ إعجازي بطالب حضراتكم أنتم تشوفوه تقولولي أرأكوا في أداء محمد مجدي هذا الموسم طبعا التعادل رفع رصيد طلاع الجيش للنقطة رقم 20 في المركز السابع رصيد الدخلية ارتفع لتسع نقاط في المركز السبعتاشر ولسه موقفه صعب جدا الأهلي والزمالك نهائي كاس مصر حنفضل نتكلم إن شاء الله على المجرد لغاية ما نوصل لمعادها يوم 8 مارس القادم في الرياض أول مرة في التاريخ زي ما قلت لحضراتكم كاس مصر يطلع من مصر ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك بيقترب من قيادة هجوم نادي الزمالك في المباراة دي المدير الفني جوزيجو ميز معجب بأداء ناصر منسي في التدريبات وبعد تقلقه في الكونفيدرالية الأفريقية وشكله كده حيحط سيف الجزيري المهاجم التونسي على دكة البودلاء يحتفظ به في دكة البودلاء ناصر منسي مهاجم مميز جدا على فكرة ومسته داخل منطقة الجزاء إنه بيعرف يتصرف بشكل كويس جدا في الكرات اللي ممكن ما تكونش خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن لو طلع بره منطقة الجزاء مش هتشوفه ناصر منسي تماما ودي يمكن اللي بيفرق مع المديرين الفنيين إنه هم مش بيشركوه لأن أداءه داخل منطقة الجزاء غير مجد تماما وبالتالي محتاج دايما يتواجد بشكل مستمر داخل منطقة الجزاء وما يشاركش فيه بناء اللعب اللي ما قبل نهاية الهجمات النادي الأهلي طبعا أعلن عن قائمته مرسيل كولر المدير الفني السويسري في هذه المباراة في غيابات كتير عن النادي الأهلي القائمة فيها مصطفى شوبير محمود الزنفولي مصطفى مخلوف في خط الدفاع محمد هاني عمر كمال أكرم توفيق رامي ربيعة محمد عبد المنعم علي معلوم وي كريم الدبيس في خط الوسط عمر السولية مروان عطية أحمد كوكا محمد مجدي أفشا وي إمام عشور وكريم ندفد اللي في الثواني الأخيرة ثبتت سلامته وهيشارك مع بعثة النادي الأهلي في المباراة في الهجوم كريم فؤاد حسين الشحات رضا سليم طاهر محمد طاهر بيرسي تاو محمود عبد المنعم الكهرباء اللي ضمه كولر لقائمة النادي الأهلي في هذه المباراة والفرنسي أنطونيا مودست لسه فيه يعني دقائق حسينها قبل دخول وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني في قائمة النادي الأهلي في المباراة دي اللاعب عمل أشعة وهو سليم لكن لسه بيشتكي من بعض الألام وبالتالي الدقائق القادمة هنعرف إذا كان هيبقى متواجد فيه قائمة النادي الأهلي ولا لا فيه استبعاد للشناوي ديانج ياسر إبراهيم بسبب الإصابة ديانج عمل عملية الغضروف وبحمد الله العملية نجحت فيه أيضا استبعاد ليه أحمد عبدالقادر وكريستو خالد عبدالفتاح ومحمود بتولي بسبب عدم الجهزية الفنية الأهلي هيسافر يوم الأربع بإذن الله التذاكر بتاعت المباراة نفزت تماما من أيام كمان دليل كبير على قوة وجمهارية الأهلي والزماني فيه السعودية بسبب الجالية المصرية بالتأكيد الكبيرة اللي متواجدة فيه المملكة العربية السعودية الأهلي أخد لقب كاس مصر تمانية وتراتين مرة بيحتل صدارة الأندية اللي حصرت على لقب البطولة الغالية الزمالك تمانية وعشرين مرة بعد كده عندنا ست مرات للاتحاد السكنداري وينادي الترسانة الإسماعيلي عنده لقبين وبمناسبة الإسماعيلي الكابتن إيهاب جلال استمر في التدريبات بعد الهزيمة الأخيرة أمام بلدية المحلة وبيستعد بإذن الله للمواجهة القادمة صعبة جدا أمام المقولين العرب في الجبل الأخضر يوم السبت القادم كابتن إيهاب جلال ركز في التدريبات بتاعة حراس المرمى على الكرات العرضية يعني كده فيه شبه لوم لأحمد عدل عبد المنعم فيه الهدف اللي دخل مرمى فيه مباراة بلدية المحلة لأنه جاء من كرة عرضية وهو مطلش من مكانه لكن أنا عن نفسي مش شايف أنها غلطت أحمد عدل عبد المنعم لأن الكروس كان متقن جدا وكان فيه مستوى مرتفع مميز جدا لأي مهاجم وكان صعب جدا أحمد عدل عبد المنعم يطلع ويستلم الكرة كان فيه تدريبات بدنية شقة وكمان كان فيه محاولة لعلاج بعض الأخطاء اللي ظهرت فيه المباراة الأخيرة وأما بالتأكيد عدم استغلال الفرص المشكلة اللي لا تحل للأسف الشديد عند النادي الإسماعيلي كابتن إيهاب جلال بيدرس فرقة المقولين العرب علشان يستقر على الطريقة اللي هيواجه بيها المقولين اللي طبعا يعني هيموت على نقطة من المباراة والتلات نقاط زي ما قلت قبل كده مش هتفيده أصلا فلكم أنت تخيلوا قدية المباراة صعبة لكن بإذن الله لعبة الدرويش قادرين كابتن محسن عبد المسيح وضو مجلس الإدارة أكد إن كابتن إيهاب جلال مستمر بشكل طبيعي جدا وهو أصلا مش بفكر إن هو يمشي ومجلس الإدارة مش بفكر إن هو يشيله لإن كابتن إيهاب جلال مشروع مستمر للمسلمين وتلاتة وبيتمنى إن التوفيق يقف مع كابتن إيهاب جلال لفترة الجاية علشان المستوى بتاع الفريق يتحسن وبين وبينكم محدش يقدر يكمل المسم ده غير كابتن إيهاب جلال ليه؟ لأن اللعيبة اللي موجودة حاليا هي من اختيار الكابتن إيهاب جلال مع تدعيم كبير من اللعيبة الصعادين صدقوني محدش هيقدر يتحمل المسئولية للنهاية غير مدير فني بدأ فترة الإعداد مع اللاعبين ويقدر يختم المسم أي تغيير في التوقيت ده مش زي قبل كده حتى لما كان كابتن حمزة الجمل السنتين اللي فاته والسنة اللي قابلها كابتن إيهاب جلال كانوا أنقذوا النادي الإسماعيلي كان السكواد بتاع الإسماعيلي في التلات سنين اللي فاته سبحان الله كانوا أقوى من السكواد اللي موجود حاليا اللي مليء بالعيبة الصعادين اللي بنحاول نزق فيهم وياريت الجمهور يزق معانا لو أول مرة تشوفتني مش هواسيك اشترك في القناة فعل الجرس يا رب أشوفك على خير شكرا لكم سلام عليكم